ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ده جزء من حديث قدسي معروف حتى أحبه النوافل بتسأل برضو الحن الحاجة نجلاء إيه النوافل هل هي السنن الرواتب أو السنن بشكل عام ولا يدخل فيها صيام النوافل يدخل فيها الصدقات الحمد لله صلاة والسلام العصول عليه الصلاة والسلام النفلة يعني الزيادة زيادة عن الفريضة اللغة هي الزيادة وهي توافق أيضا الضبط الشرعي لها وكل ما زادة عن الفراء السواء في الصلاة في الصدقات يعني أدت الزكاة الفريضة زكاة الفريضة تخرج صدقات في هذه النفلة أدت حج الواجب تحجب يعني نفلة أدت العمرة على خلاف من أهل علمها اللي هي واجبة للمرة الأولى أم لاست واجبة أدتها على اعتبار أنها واجبة بعد ذلك يا نفلة يبقى كل عمل صالح فيه فرض أدته ثم زادت هي من عندها فهذه هي النوافل بعض الناس فيهم يا دكتور أن الحديث من أول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه نعم ولا يزال عبدي تقرب إلي بالنوافل فالحديث أو الناس فيهمته على أنه أشارة للصلاة الفريضة الفريضة فاخرة ثم النافلة لا أول حديث مفوش الصلاة مفوش الصلاة آه هو أحب الأمور طبعا بنص الحديث إلى الله الفريضة فأنا لا قاتي بنافلة وأنا لم أعد الفريضة إنما أنا قاتي الفريضة ثم أطرق الباب بالنوافل يعني مفيش حد يتصدق يقولك ده بيعمل خير كتير آيو وهو ناسي زكاة ناله مثلا يعني ترك فريضة مفيش كده لا مفيش كده نعم بارك الله فيك اشتركوا في القناة